مناورة سياسية أم بداية لتحالف إقليمي؟ استفهام مصاحب للتحركات الإماراتية المفاجئة صوب إيران التي استقبلت الثلاثاء الماضي وفدا إماراتيا أمنيا رفيع المستوى انتهى اللقاء الإماراتي الإيراني باتفاق على ضرورة تعزيز الدبلماسية وخرج اللقاء الذي تم بين قيادة حرس خفر سراحل البلدين ببيان ركز على أهمية تعزيز أمن مياه الخليج وبحر عمان المثير للانتباه أن هذا اللقاء الأمني بين الدولتين تزامن مع تصريحات لرئيس المجلس العسكري السوداني عبد الفتاح برهان نفت انسحاب القوات الإماراتية من اليمن وأكدت على بقاء قوات بلده فيها التقارب بين أبو ظبي وطهران طرح تساؤلات كبيرة حول تأثيراته على اليمن هل هو مقرد تقارب لحل مشكلات ثنائية أم مقدمة لتحالف قادم على حساب التحالف القائم مع السعودية كما أن احتفاء ميليشيا الحوثي بالزيارة الإماراتية لطهران طرح تخوفاً آخر من حدوث انقسام بين السعودية والإمارات حول طبيعة التعامل مع الحوثي وبالتالي تأثير ذلك على موقف الشرعية يذهب محللون إلى أن التقارب الإماراتي مع طهران أتى على خلفية تردد واشنطن لردع التهديدات الإيرانية في مياه الخليج لكن آخرين يعدونه جزءاً من السياسة الإماراتية في المنطقة والتي تقدم نفسها كوكيل أمني لكل الأطراف المتصارعة إلا أن الأخطر بنظر المراقبين هو بقاء التدخل الإماراتي في اليمن في ظل تقاربها مع إيران وهو ما يعود بالنفع على ميليشيا الحوثي ويطيل من عمر الأزمة اليمنية ومعاناة اليمنيين ترجمة نانسي قنقر